موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نتابع الحكومة الحوثي أصالح خطوة تكتيكية أم خطأ استراتيجي بهذا العنوان من موقع الاشتراك نت نبدأ ونقلا عن موقع البي بي سي نقرأ التفاصيل تشكيلة الحكومة المعلنة في صنعاء في ظل ظروف الحصار وانعدام الموارد والعزلة السياسية الدولية توحي بأن الهدف من هذه الحكومة سياسي فقط والأرجح أن الهدف من هذا التصعيد على جانبي الصراع أن كلا الطرفين المتنازعين يريدان فرض واقع جديد على الأرض لتعزيز مراكزهما التفاوضية قبل العودة إلى مشاورات السلام لكن قسما آخر من الساسة والمثقفين اليمنيين يقول إن خطوة الحوثيين بتشكيل حكومة تتجاوز مجرد كونها ضغوطا تصعيدية تتعلق بالتفاوض إلى خلق أوضاع وعقبات جديدة أمام أية إمكانية للعودة إلى المسار السياسي والحلول السلمية للأزمة وبالرغم من الإجماع على عدم وقعية الخطوة التي اتخذها الحوثيون وحزب المؤتمر إلى أن الكثير يشكك في قدرة هادي على الاستفادة من هذه الخطوة الخاطئة لصالحه بل أن هناك من يعتقد أن تشكيل هذه الحكومة ربما جاء بإعاز إقليمي دولي لممارسة مزيد من الضغط على هادي لإجباره على القبول بخطة السلام الأممية الجديدة التي تقلص من صلاحياته ومن دوره مستقبلا لصالح الحل السياسي الشامل يعود لمتابعة جهود المبعوث الأممي إلى اليمن ويقول في عنوان ولد الشيخ يزور عدن في مهمة صعبة في التفاصيل يقول الموقع يبدأ المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد زيارة إلى محافظة عدن للقاء قيادات الحكومة الشرعية في إطار مهمة صعبة لاستئناف مفاوضات السلام قال مصدر في الحكومة اليمنية إن المبعوث الأممي سيتوجه إلى عدن قادما من العاصمة السعودية الرياض لبحث استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة والحوثيين وتأجلت الزيارة خلال اليومين الماضيين جراء إعلان الحوثيين وصالح تشكيل ما يسمى حكومة إنقاذ في صنعاء من جانب واحد والأوضاع الأمنية التي تعيشها عدن بسبب احتفالات الثلاثين من نوفمبر عيد الاستقلال وذكرى جلاء آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن أما موقع الموقع بوست فقال في صفحته الرئيسية حول إشكالية الدور السياسي والعسكري للقبائل في عهد الانقلاب قال يواصل تحالف الانقلابيين تعبئت القبائل الموالية لهم بغية حشد المزيد من المقاتلين والزجر بهم في مختلف الجبهات وللاحتفاظ بالجزء الأكبر من القوات العسكرية المدربة حتى يكتمل استنزاف المغزون البشري من المقاتلين القباليين يضيف الموقع يضيف أنه في مجتمع قبالي مثل اليمن يبرز الدور السياسي والعسكري للقبائل اليمنية في أوقات الأزمات السياسية والعسكرية وعادة ما يعكس هذا الدور جهل الكثير من أبناء القبائل إضافة إلى عوامل مختلفة مثل الالتفاف حول زعيم القبيلة بصرف النظر عن صوابية موقفه السياسي كما أن المال السياسي بحسب الموقع يلعب دورا كبيرا في توجهات بعض من أبناء القبائل ليشكل مغزونا بشريا للانقلابيين حكومة انفصالية في صنعاء هو عنوان لمقال للدكتور محمد جميح كتبه لصحيفة القدس العربي وجاء في بعض منه الاثنين الماضي أعلن ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الذي أعلن بدوره من طرف تحالف الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوتيين عن تشكيل حكومة في صنعاء يمكن تلخيص الحالة بالآتي مجلس سياسي أعلى لم تعترف به دولة حتى إيران جاء عقب لجنة تورية عليا لم تعترف بها دولة حتى إيران يشكل حكومة لن تعترف بها دولة حتى إيران هذا تلخيص وجيز لكن السؤال المطروح لماذا يشكل تحالف صالح والحوتي حكومة لن يعترف بها أحد والجواب باختصار يندرج ضمن تكتيكات هذا التحالف القائمة على مجرد المكايدات السياسية والأغراض التفاوضية لإغاظة حكومة الرئيس اليمني هادي المعترف بها دوليا ولإرسال رسائل إلى الداخل اليمني بأنهم لا يزالون دولة تحظى بصفة رسمية وبحكومة تديرها حتى وإن لم يعترف بها أحد يعتقد صالح والحوتي أن تشكيل الحكومة سوف يكون كرتا رابحا أثناء أي مفاوضات مقفلة لإحلال السلام في البلاد على اعتبار أنهم يمكن أن يقدموا تنازلا عنها بشرط تنازل مقابل من الطرف الآخر وهذه بالطبع فكرة سقيمة لأن من يتنازل إنما يتنازل عن حق مشروع ذي قيمة بحيث يمكن للطرف الآخر وللمجتمع الدولي أن يقدر هذا التنازل ويقدر مطالبة المتنازلين بتنازلات مقابلة جاء تشكيل الحكومة بمثابة فرصة مواتية للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي الذي أعتقد أنه أسعد الناس بها ذلك أنه سيواجه مجددا الضغوط الدولية عليه بتقديم تنازلات من أجل التسوية حيث سيكتسب موقفه في رفض خريطة الطريق مصداقية على أساس أن الحوتيين وصالح لن يلتزموا بشيء من تأهداتهم الواردة في الخريطة حيث لم يلتزموا للأمم المتحدة بما تأحدوا به من قبل حسب تصريحات ولد الشيخ نفسه موقع الصهاريج نيوز نقل عن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللاطف الزياني قوله إجماع خليجي على إدراج ميليشيا الحوثي على قوائم الإرهاب حيث أعلن الزياني أن وزراء الداخلية لدول المجلس توصلوا إلى توافق فيما يخص إدراج ميليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب ويقول الموقع سلطنة عمان كانت متحفظة حيال أمر إدراج الحوثي في قائمة الإرهاب لكن الزياني أكد توافق جميع دول مجلس التعاون في هذا الشأن وقال في تصريحات صحفية عقب الانتهاء من الاجتماع الدوري الخامس والثلاثين لوزراء الداخلية في الرياض إن الوزراء تداولوا مواضيع عديدة في كافة المجلات بهدف تطوير كفاءة وقدرات القوات الأمنية في مختلف المجلات سواء كانت تبادل للمعلومات أو العمل على مكافحة الإرهاب عيد استقلال مجيد هكذا عايد الدكتور يسين سعيد نعمان اليمنيين من خلال مقالة نشرها في صفحته والذي قال فيها للحرية طعم بنكهة الوطن وفي يوم الاستقلال يكون الوطن هو الحاضر الذي نتصفح سنينه التسعة والأربعين ونفتش في ثنايا أيامه ومرابع الارتحال عبر موجات الفرح والحزن والنجاح والإخفاق ومن خلال أهداب ذكريات قاومت فعل الزمن نشاهد الاستقلال يرتحل داخل حلم صاغه الثوار الأوائل امتد من بناء الدولة ومعها بناء الإنسان وتحقيق مكاسب اجتماعية واسعة على طريق التنميات وترسيخ العدالة الاجتماعية كنظام اجتماعي إلى ذلك المدى الذي يمتد إليه الحلم بتحقيق أحدة الوطن اليمني بنيت الدولة في ظروف صعبة ولكن بإرادة حديدية أنهكت كل المعوقات التي كانت تعترض هذه المهمة العظيمة وأخذ الاستقلال يتجسد في هذه الدولة وطبيعتها الاجتماعية التي وفرت فرص الحياة لكل أبنائها على قاعدة متساوية وكان بالإمكان إجراء إصلاحات سياسية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وتجنب دورات العنف التي تعد النتيجة المنطقية لغياب الديمقراطية التعددية أخذت الدولة بعد ذلك تنتقل من المشروعية الثورية إلى المشروعية الدستورية وهو الأمر الذي رسخ طابعها القانوني والمدني نهيك عن نظامها اللامركزي كانت هذه الدولة هي محصلة 23 سنة من البناء والمعاناة حتى عام 1990 وعندما بدأ أنها جاهزة لتحقيق الجزء الآخر من الحلم الوطني لم يدرك قادتها أن الذهاب إلى هذا الاختيار لإنجاحه كان يحتاج إلى الاحتفاظ بها ضمن مسار فدرالي بدلا من التضحية بها على الطريق المجهول لم تكن فيه خيارات الطرف الآخر واضحة إلا بعد أن أخذ يعد الحرب ويشعلها ويلغي الوحدة السلمية ويعلن وحدة معمدة بالدم أغرقت هذه الحرب في العام 1994 اليمن في دوامة الفوضى فقد أظهرت الفجوة الهائلة بين الحلم والواقع واتلتها حروب وحروب وبعد كل هذه السنين والفوضى يعود نوفمبر غريبا فلا الأرض هي الأرض ولا الناس هم الناس ولا الأحلام هي الأحلام موقع مصدر أونلاين عنونا في صفحته الرئيسية مقتل بائع متجول في إب إثر نشوب اشتباكات بين نافذين حوثيين حيث أفضت مصادر محلية بأن مواطنا يعمل بائعا متجولا قتل أثناء تبادل إطلاق النار بين مسلحين حوثيين في منطقة مشورة غرب مدينة إب المصادر قالت أيضا للمصدر أونلاين إن خلافات بين قيدي حوثي يعمل كقائد لنقطة تتبع ميليشيا الحوثي في منطقة مشورة يدعى أبو مروان مع قيدي متحوث من أبناء منطقة مشورة وتطورت الخلافات لإشتباكات مسلحة بين الطرفين أودت بحياة شخص يبيع قصب السكر ويدعى يحيى أمين صادف وجوده في المكان أثناء الاشتباكات المسلحة موقع المشاهد نت قال في أحد عنوينه في صفحته الرئيسية عيلوم آخر ما تبقى من يهود اليمن بين سجنين يقول الموقع في التفاصيل يوسف حبيب عيلوم يهودي في الأربعينيات من عمره لا يزال يقيم مع زوجته وأطفاله الصغار في صنعاء يحلم بالبقاء فيها رغم كل ما يحيط باليهود من أخطار لأن اليمن في نظره ليس لها مثيل بحسب تعبيره لم يعد يوسف حبيب يرغب بالحديث للإعلام لكنه لم يمانع في أن ننقل على لسانه تأكيده أنه يحب اليمن فهي أفضل بلد في العالم وهو لا يريد مغادرتها لأنه لا يطيق العيش المكلفة في إسرائيل بل يريد أن يعيش حياته الطبيعية التي تربى عليها في بلده بحسب أحد حراس المدينة السياحية الذي تحدث للمشاهد نت قال إن ما تبقى من اليهود في صنعاء لا يزيد عن خمس أسر فقط بينها أسرة حاخام اليهود يحيى يوسف حيث تراجعت عدد الأسر من 12 أسرة منتصف العام 2015 إلى خمس أسر في الوقت الحالي يضيف موقع مشاهد يخضع ما تبقى من يهود اليمن في المدينة السياحية لحراسة مشددة وترفض حراسة المدينة السماحة للصحفيين والمنظمات بلقاء اليهود إلا بتصريحات من وزارة الداخلية وقبل قراءة الصحف العربية اليوم نذهب إلى فاصل ومن ثم نواصل القوم على مستمرنا معكم في كشك الصحافة نبدأ جولتنا في الصحف العربية والعالمية من مجلة ناشنال انترسات التي أجابت على سؤال كيف ستكشف اليمن سياسة ترامب الخارجية بمقال كتبه مايكل حوتن المحلل السياسي في الشؤون العربية بمؤسسة جيمستاون قال الحرب الأهلية في اليمن التي تنخرط فيها الولايات المتحدة بشكل واضح ستكون اختبارا كاشفا لإدارة ترامب القادمة فالاتفاق الذي توصل إليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع المسؤولين العمانيين لوقف إطلاق النار لم يستمر أكثر من المدة التي استمر فيها الاتفاق الذي سبقه والحرب في اليمن ستستمر على الأقال بمستوى منخفض بعد تولي ترامب السلطة يشير الكاتب إلى أنه بعد عامين تقريبا من القصف الجوي لا يوجد لدى السعودية والدول المتحالفة معها إلا القليل من الإنجازات وأكثر من خمسة مليارات دولار نفقتها السعودية وحدها على الحرب ولا يزال الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح يسيطرون على العاصمة صنعاء وشمال غرب البلاد ينقل حوتن عن رجل دولة يمني كبير قال عام 2012 عن الحوثيين قال لا يعرف الحوثيون الحكم أو إدارة البلاد وكل ما يعرفونه القتال فهو مصدر قوتهم ولو حدثت حرب فإنهم سينتصرون ودونها سينهزمون يقول الكاتب أيضا تفاعل إدارة ترامب مع اليمن سيكون مؤشرا على توجه سياساته الخارجية فهل سيشتري الرئيس المنتخب رؤية السعوديين والمحافظين الجدد التي تركز على إيران وإن كانت هذه هي الحالة فهل سيواصل تبني السياسات والإجراءات التي تعطي السعودية القدرة على مواصلة حربها أم سيقوم بالاستماع لنصائح مايك فلن الذي يرى أن السلفية الجهادية خطر رئيسي على استقرار المنطقة وإن كان هذا هو الحال فيجب أن يكون وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في اليمن على رأس قائمة الرئيس المقبل هل فعلا تتجه تاعز نحو المعركة الحاسمة هذه المرة؟ بهذه التساؤلات بدأت صحيفة العرب الجديد وتابعت تكاد معركة تاعز تختصر الحرب اليمنية الشاملة عسكريا على الأقل لكونها تربط ما بين الشمال والجنوب بعدما أمست صورة الانقسام الجغرافي واضحة ما بين شمال يحكم الحوثيون والمخلوع الصالح يحكم الحوثيون والمخلوع الصالح سيطرتهم على جزء رئيسي منه وجنوب بات محررا بشكل شبه كامل من الميليشيات تتابع الصحيفة ربما تكون المراوحة العسكرية فيها منذ عامين معبرة عن المبدأ القائل إن الحسم العسكري ممنوع قبل الاتفاق السياسي على إنهاء الحرب من هنا لا يمر يوم إلا ويسجل فيه تراجعا لطرف الميليشيات الانقلابية في إحدى جباهات المحافظة وتقدم لطرف القوات الموالية للشرعية والعكس صحيح مصدر عسكري رفيع في الجيش الموالي للشرعية كشف للعربي الجديد بأن التعزيزات التي وصلت أخيرا وتمركزت في المناطق المشتركة بين تاعز ومحافظة لحج ستشارك في معركة تحرير تاعز بدعم من الوحدات التحالف العربي البرية وذلك عبر منفذ كريش الشريجة في حدود محافظتي تاعز والحج وبالتزام مع عمليات عسكرية في السواحل الغربية صحيفة الحياة اللندنية كشفت عن وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوث في اليمن عبر إرسالها أولا إلى الصومال واستندت معلومات الصحيفة على تقرير أصدرته منظمة أبحاث تسلح النزاعات جاء فيه عمليات تفتيش بحرية تمت بين فبراير ومارس الناضيين ضبطت خلالها أسلحة إيرانية إيرانية الصنع مهربة على متن سفن الداو الشرعية التقليدية وكانت متجهة إلى الصومال من أجل شحنها مجددا إلى اليمن وتوصل التقرير إلى أن أرقام بعض الأسلحة تطابقت مع ما تمت مصادرته من الميليشيا وأن بعض الأسلحة التي صودرت في الهجوم على القوارب حملت أرقاما متسلسلة لأسلحة جديدة ما يشير إلى أنها أتت من مخزون إحدى الدول مشروع إيران التحول إلى قوة بحرية كبرى بهذه الكلمات لخص الكاتب عبد الرحمن الراشد مقاله المنشور في صحيفة البيان قال فيه بعد أن خاضت حروبا متعددة مباشرة في العراق وسوريا وفي اليمن ولبنان بشكل غير مباشر يبدو أن القيادة الإيرانية اكتشفت سحر النفوذ العسكري وأهميته في فرض سياستها الخارجية إقليميا ودوليا هذا ما توحي به أحاديث تكررت في الأوينة الأخيرة وأحدثها ما قاله رئيس الأركان الإيراني محمد باقري يقول تنزلنا عن قوتنا النووية ونحن نعوضها الآن ببناء قوة بحرية ستعطينا قيمة أكبر أسطول عسكري في بحر عمان وأسطول آخر في المحيط الهندي وبناء قواعد بحرية على سواحل أو جزر في كل من اليمن وسوريا وتطوير قدرتنا الاستخباراتية العسكرية من خلال طائرات بدون طيار في امتداداتنا البحرية ومع أني أستبعد امتلاك إيران القدرة العسكرية على مثل هذا التمدد المكلف جدا لكن من الواضح أن إيران اتخذت قرارين استراتيجيين رفع قدرتها العسكرية الخارجية وإحياء حلم الشاه القديم بأن تكون شرطية الخليج وإيران الحالية تريد أن تصبح شرطية منطقة من المحيط الهندي إلى البحر الأبيض المتوسط هذا التوجه سيدفع منطقتنا المضطربة أصلا إلى المزيد من التوتر ولجوء إلى القوة العسكرية كأداة سياسية وسواء كانت تصريح من قبيل التهويل أو يعكس الاستراتيجية الإيرانية الجديدة البديلة لمشروعها النووي الذي رضخت للضغوط الغربية وتراجعت عنه مقابل رفع العقوبات فإن التفكير الإيراني الجديد الذي أعقب توقيع الاتفاق النووي هو التفوق العسكري وليس الانفتاح الاقتصادية كما كانت تظن وتسوق له الإدارة الأمريكية في تعدادها لفوائد الاتفاق النووي صحيفة الخليج اليماراتية عنونت في الشأن اليمني بن داغر يقول الحوثيون وصالح تجاوزوا الخطوط الحمر ومصالح الوطن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبد بن داغر قال إن ذهب فورا نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن 22-16 والانسحاب وتسليم الأسلحة والانتقال الفوري إلى العملية السياسية تتبعه أو تتزامن معه مصالحة وطنية عامة وشاملة لا تستثني أحدا ذلك هو الخط المستقيم الموصل إلى السلام والمنهي للحرب والحافظ للدماء والممتلكات أضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا قال اليوم يشكلون حكومة انقلابية ويمنون جدارا سياسيا معيقا لعملية السلام ويعمقون جراح الوطن ويمزقون وحدته الاجتماعية والوطنية ويكرسون بناء مؤسسات حكومية أقل ما يمكن أن توصف به أنها أسوأ من شطرية وذلك لإضفاء شرعية على واقع فرضوه على الشعب اليمني ولن يدوم طويلا صحيفة الاتحاد الإماراتية عنوانات أبيان تعد خطة لتعقب خلايا الإرهاب تقول الصحيفة تستعد أجهزة الأمن في أبيان لتنفيذ حملات أمنية واسعة لتعقب الخلايا الإرهابية التي شنت هجمات متفرقة من المحافظة خلال الأيام الماضية قال مدير أمن أبيان العميد عبدالله الفضلي قال إن هناك خطة لتجنيد ألفي جندي خلال الفترة القليلة المقبلة لإدماجهم في السلك الأمني ولإشراكهم في الخطة الرامية لتعزيز الاستقرار مضيفا أن هناك توجهات للارتقاء بمستوى الأجهزة الأمنية من أجل التصدي لأية محاولة لعودة الجماعات الإرهابية إلى المحافظة من الأخبار العالمية والأكثر تداولا جاء في صحيفة القدس العربي عنوان زوجان فرنسيين يهديان مطعمهما لعائلة سورية لاجئة صحيفة الجغنال الفرنسية قالت إن زوجين فرنسيين أهديا مطعمهما الذي لم يجد له زبونا يشتريه لأسرة سورية في مدينة تورنو شرقية البلاد تضيف الصحيفة الزوجان روبرت ونزهية كونز أهديا مطعمهما إلى أسرة سورية وفدت إلى فرنسا منذ فترة وجيزة بعد أن انتظر ستة أشهر ولم يجد شخصا مناسبا لشرائه وقالت نزهية كونز إنهما قرر إهداء المطعم إلى أشخاص لا يملكون مأوى أو عمل وتعرفا على الأسرة السورية بعد اتخاذ قرارهما هنيئا لهم بعد سنوات طويلة من الإعمار بات بإمكان زوار مصلى قبة الصخرة المشرفة والمصلى القبلي في المسجد الأقصى التمتع بجمال الزغرفة التي تعود لمئات السنين ومنذ إتمام عملية الترميم يزور مئات المصلى يوميا قبة الصخرة والمسجد القبلي من أجل انتقاط الصور عبر هواتفهم المحمولة للقبتين ويغلب اللون الذهبي الأصفر على الزخارف التي تتوسطها آيات من القرآن الكريم وتتخللها نوافذ مزغرفة تدخل منها الشمس إلى داخل قبة الصخرة والمصلى القبلي نتابع بعضا من هذه الصور المقدسة للقدس الشريفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة